اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدوك اكيد كلنا سمعنا عن قرار الاتحاد الدولي لرفع الاسقال بيقاف الاتحاد المصري لرفع الاسقال لمدة عامين بسبب المنشطات واكيد برضو طلعنا بمزيد من الحزن والاسى تأييد هذا القرار من قبل المحكمة الرياضية الدولية اللي هي Court of Arbitration for Sport بتأييد هذا الحكم المشكلة مش بس في ان الابطال بتوعنا كل مجهودهم راح هضر وان كل السنوات اللي هم افنوها في التمرين والتجهيز من عمرهم ضعتها بقا الفضيحة ان المادة المستخدمة اللي لقوها كمنشط اللي هي المسان داينون او الدايانابول او الانابول دي مادة ممنوعة من قبل الوادة اللي هي الWorld Anti-Doping Agency او المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات منع استخدام هذا المنشط at all times يعني ممنوع استخدامه كتجهيز وممنوع استخدامه أثناء المنافسة السؤال بقا هي الناس في الاتحاد المصري لرفع الأسقال ما عنداش اي خلفية عن الموضوع دا عمرها ما اتطلعت على اي منشور خاص بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات طيب هما ما بيتطلعوش على المنشورات الخاصة بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فين دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فين الندوات اللي بتتعمل اللي بيتم فيها اجبار الإداريين والفنيين بحضور هذه الندوات ما هو احنا الفضايح اللي بتحصل دي دي بيني وبينكو دي فضايح هوا مش محترفين اي واحد عنده سنة احتراف مش هيوقف الغلطات دي ده بالنسبة للشق بتاع الأنابول او الدانابول او الميثان داينون على حسب الاسم العلمي بتاعه ندخل بقى على الكلام اللي قالته الكابتن شايماء في الحلقة اللي كانت بتاريخ 22-12 سنة 2019 في وجود الإعلامي وقل الإبراشي وقالت ان في كتير من زملاتها كانوا بيستخدموا الـ C4 او الـ No Explode الـ C4 ده مكمل غذائي بري وورك اوت نستخدمه قبل التمرين كمحفز للطاقة بتعمله شركة معروفة اسمها سيليكور او الـ No Explode وده منتج آخر لشركة منافسة اسمها BSN لما الواحد يجي يدخل على الصفحة بتاعت الواده حيلاقي ان من أشهر المواد المنبهة اللي موجودة في الـ Pre-Workout Supplements دي مادة اسمها Dimecyl Amyl Amine او One Three Dimecyl Amyl Amine او ميسايل هكسين امين ومكتوب انها مادة محزورة طيب المادة المحزورة دي ازاي العيبة وصلولها وازاي محدش عملوهم وعي وقالوهم ان المواد دي طالما علبة المكملات الغذائية مش مكتوب عليها Band Substance Free او خالية من المواد المنشطة المحزورة ممكن لقدر الله لو استخدموها حياملو Doping Positive يعني حيدو نتيجة ايجابية دي كلها اسئلة بتراودني وانا بفكر معاكو بصوت عالي اللي مديني اكتر ان احنا في مصر عندنا كفاءات كتيرة جدا متخصصة في النقطة دي ومتخصصة في التغذية الخاصة بالرياضيين وعلى اتصال دائم بالوعدة بالWorld Anti Doping Agency وعارفين ايه اللي صح وايه اللي غلط بس للأسف الشديد طول ما النظام في الرياضة ماشي باهل الثقة اهم من اهل الخبرة عمر ما الرياضة في مصر اعتقف على رجلية اتمنى ان تكون الحلقة دي من سلسلة حلقة هاشتاج اسأل الدك تكون عجبتكم ونلتقي في حلقة قريبة باذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر